والبعض كان ربط تواجد النجم الليبي حمده الهوني لعب الترجي التونسي بالقهرة بأن اللاعب جاء لاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك عشان ينضم للفريق بداية من الموسم اللي جاي الحقيقة ان الهوني جاي مصر كزيارة وبرضو لدراسة العرض المقدم ليه من نادي برامد أما بخصوص الزمالك فما فيش أي مسؤول من الزمالك تكلم مع الهوني أو فتح المفاوضات معاه حتى هذه اللحظة صحيح هناك بعض الوكلاء اللي بيعرضوا اللاعب على الزمالك لكن ما حصلش أي تفاوض أو اتصالات قسمية